أعوذيكم الطريقين بسم الله الرحمن الرحيم نواصل في هذه الوحدة أي ماذا تحليل بي الوحدة الأولى الغلاف الجوي ونواصل شرح المقاطع لهذه الوحدة وهنا كما عرفنا أنه للملوسات الغازية ضررين وكما تناولنا بالتفصيل في الشرائح السابقة الأمطار الحمضية كانت تسبب الأمطار الحمضية والسببها كان أكاسيد من سانيوكسيد الكربون وسانيوكسيد الكبريت وسانيوكسيد النيترجين وهنا اليوم نتناول نضوب الأوزون والذي يحدث عن طريق مركبات الكلورو فلورو كاربون مركبات الكلورو فلورو كاربون هي جزئات صغيرة خاملة غير سامة وطير يمكن التحول إلى سوائل وهي تلعب دور مهم في نضوب الأوزون وهنا نتناول أمسنا منها تراي كلورو مونو فلورو ميثين وداي كلورو داي كلورو ميثين وتستخدم كمبردات للتلاجات وهناك أيضا أنواع أخرى السملة CFC 11 وCFC 12 أيضا تستخدم كدوافع الرشاهات فورو بلين ان سبريي ان ايري سول سبريي وأيضا هنا عندما تنبعث في الغلافة الجوي الهيدرو فلورو كاربون تمكس لمدة 100 سنة في طبقة التروبوسفير لأنها غير فعالة لأنها غير فعالة وتحطيم الأوزون موجود في طبقة الستراتوسفير بواسطة مركبات الكلورو فلورو كاربون يحدث كالآتي في هذا التفاعل القادم نيرى بشكل واضح أنه جزية داي كلورو داي فلورو ميثين عندما يمتصط طاقة الضوء له طول موجة أقل من 215 نانوميتر تنكسر الرابطة الكيميائية وتتحرر زرة كلورو حرة النشط هنا وتكون مركب آخر اللي هو مونو كلورو داي فلورو ميثين وهنا عندنا زرة الكلورو الحرة النشطة التي نتجت من التفاعل الأول تهاجم جزي الأوزون وتنتج هنا الكلورين مونوكسايد وغاز الأكسجين وهنا نرى أنه المركب الذي نتج في البداية الكلورين مونوكسايد يعتبر مونيمر يكون دايمر جديد دايمر هو المركب الذي يتكون من جزيئين متماسلين جزيئين متماسلين يسمى داي كلورين بيروكسايد أو أحيانا يسمى بالكلورين بيروكسايد الكلورين بيروكسايد وهذا الكلورين بيروكسايد عندما يمتصل طاقة أيضا يتفكك أو تنكسر الرابط الكيميائي هنا ويتحر تتحر زرة كلورو حرة هنا ونجد كلورين دايوكسايد مركب جديد وهذا كلورين دايوكسايد أيضا عندما يتصاصل الطاقة تتكون زرة كلورو حرة نشطة وإتصاعد غاز الأكسجين أيضا هنا وبهذا نلاحظ أن هناك خمسة خطوات واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة خطوات فزرة الكلورو الحرة هنا تعيد نشاطها للمرة الثانية ونبدأ من الخطوة الثانية إلى أن تتكرر هذه العملية إلى أن تصل الخطوة الخامسة وإذا لخصنا هذا التفاعل بشكل واضح نرى أن جزيئات الأوزون تتفكك أو تتدمر بواسطة الكلور الذي مصدره مركبات الكلورو كاربون ونتحصل على أكسجين وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى لشرح هذه الوحدة إن شاء الله